تفاصيل الحلقة بتاعتي فيها شغل كتير للأمانة بس مطلوب منك برضو لما تخش المطبخ ترتب شغلك والحاجة الجميلة أنا معايا السماء الجايز هي أكلة الكشك اللي هتاخد وقت كبير منها على فكرة لأنها بتنقسم لاتنين شربة قيمتها الغذائية عالية جداً بيعتمد عليها طعم الكشك والجنباري هنا محتاج شوية شور مهدير الكشك بالجنباري من اسكندرية واخوانا في اسكندرية والكشك بالجنباري اسكندراني معانا جنباري اسكندراني يعني بلدي والبلدي يوكل معانا ديي وزبادي حل وقوي معانا التومة وبصلة لطيفة وجميلة ومعانا كسبرة نشفة وكمون وملح وفن تعالوا شوفوا نعمله مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة كشك يعني عايزيش وقت شربة قيمتهم الغذائية عالية جداً ويكون التست والطعم بتاعهم حل وقوي حط معلاتين من الزيت يتتبعهم مكعبين من الزبجة ومعانا جنباري بلدي شلنا عرق الرملة منه او الضهرية بتاعته وناخد الجنباري ده كده عم شافيه اللهم صلى على النبي ياخد الصدمة النارية عشان عايز شوية شربة حلوية مش هتتبله يشيف لا هتقشره يشيف لا شلت عرق الرملة من ظهره يشيف اه اه حاضر عيني يا غالي اوريك واحداية بس الاخيرة عشان النار سخنة معايا اه وانا عايز شوية شربة حلوية اه طب ازاي كشك بالجنباري وهتحط لنا الجنباري بالقشر بتاعه اصبر على رزقك يا حاج الله يرضى عليك ادي الجنباريتين دول مع بعض هنشوفهم مع بعض شلنا الاشرة ازاي ونشيل ده وراء حلوة اولا مخرجنا الجميل اسات زيت المصورين حبيبي فورسان التفزول مصر بنجيب الجنباري البلدي او الجنباري المستورد اي ان كان وبنشيل عرق الرملة من هنا كده لان عرق الرملة ده بيعمل مشاكل كبيرة او على فكرة ممكن يقل لي مزاجك ويبوز الشربة يبوز الاكلة وحاجة تفهة ممكن تشيليها بترف السكينة او بتوزبك صغير بتاع تستيك السينال اه معانا بالشكل ده كده اه 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 زي الفن اصبح الجنباري جاهز عندي اه الله لونه فسفوري وخد شكل تاني وطعم تاني ورحت الستوديو وبقت كلها جنباري الله يكون فوقان الاساسة المصورين والله يكون فوقان اللي هيشتغل من بعد من ايه ده ايه الجمال ده او ده ده الشوية الجنباري بتاعنا الحلوين بنوسع للدنيا كده بناخد فص توم حلو الله مصلى عني بقوا نحط التوم هنا عايش شوية شربة انا بصنع شوية شربة بص الله يا نعمة اه 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 معاي عود كرافس حلو زي ده كده باخد وفرمو واحطوا في قلب الجنباري عشان شوية شربة حلوين الكرافس على فكرة مالك السيفود وبينهم وبين بعض علاقة حب اللي هو الكرافس خاصة اللي هو شربة اه اه زي الفل نحطوا الميا بتاعتنا الله مصلى النبي زلزال ايه ده اه 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 عيشوية شربة واحترامين انا اه خلص الكلام نخش على اللي بعده هنجهز عجينة الكشك الكشك نوعيني كشك بيتعمل على اليد اللي هو عبارة عن زبادي وخميرة وديه وكشك بيتصنع على اليد وده من السعيد الجميل والريف المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من مزبيره اللي هو عبارة عن الامح المتشوش بعد ما يتغسل ويتغسل طبعا ويتكسر ويتعجن باللبن الرايب ويتحط فيه مكان مشمس ويتعامل الكشك وده بيتخزن في السعيد الجميل ودي اكلة مفضلة لها اصولها ولها تاريخها حلو الكلام اه فانا هعمل دلوقتي الكشك اللي هو بالضيئ والزبادي حاجة كده سهلة وبسيطة وشوية الشربة في قلب الحلة مش عايز اقولكم اه اه نقدر نقول من هنا محطة الايه الابداع بتقول ايه محطة الابداع واقفة هنا شربة الجنباري هي دي صانية الجنباري هي دي اه زي ما انا شغال كده عايزة تعمل صانية الجنباري هتحط لها طماطم وبصل سليم وتبقى صانية جنباري عايزة تعمل الشربة الجنباري هي دي بنفس الطريقة حلو الكلام نشتغل في الايه في الكشك بتاعنا بولة زي دي كده وليه بولة معنا البولة جاهزة فنحط الديق عايزة عامل شوية كشك حلوين بحط الخميرة عالديق خميرة ودقيق دول كلهم مع بعض ونقلبهم بالمضرب اهو ونسيبهم على جنب انا بقى من الناس اللي بابوا عايزين ايه ينجز في شغله وعايز الخميرة دي تديني مفاعلها سريعا انا او باعمل ايه تركيز صغيرة خالص وانا حاجات الصغيرة دي بتفري معاك في المطبخ على فكرة بتديكي ثقة في النفس كده وثقة وانت وقف في المطبخ انك بتعملها حاجة وانت واسقة من نفسك لو انا حطيت الخميرة على الزبادي مع الديق الزبادي طالع من التلاجة والديق موجود معنا هياخد وقت كبير اوه على ما يتخمر يوم الشيف المغاز يعمل التركاية بتاعته اللطيفة هياخد هنا ايه عم تشيف شوية مية سخلين كده هو ده هي دي ركاية شفت بقى بعد دقائق معدودة الكشكي جاهز للتشغيل اوه هي دي اوه خلص الكلام هنقلب دور كده مع بعض الله ما بصلى عنك الماء الدافي بيساعد على تخمير الخميرة سريعا مع اضافة معلقة سكر اه شوية السكر بتوعنا والزبط بعد خمس دقايق الكشكي ده جاهز ان احنا نشغله ايه المفروض هنا اللي يحصل ان هي يحصل عملية تخمير بالزبادي والخميرة عشان نحصل على كشك له قوام ولو طعم مميز جدا في المادة الحمضة الجميلة الحلوة اه نخلي ده كده على جنب ونخش على اللي بعد ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومازال التقليب مستمر او التقليب مستمر اه حزاري ترفعي مهلبية من على النار غير لما تغلي حزاري اكتباع الباب التلاجة من فضلك حزاري ترفعي رزب لبن من على النار غير لما يغلي حزاري ترفعي بشامل من النار غير لما يغلي حزاري ترفعي ويت سوس من النار غير لما يغلي طب نشوف ده بيغلي اه معانا اساد زي مصورين فورسان التلفزيون المصري نشوف الكشك هو بيبكبك على النار بيتكلم اسكندراني ايوه اوه ده حلو اوه نجيب الصنية بتاعتنا اللي هنغرب فيها الكشك فين السنفيز الحل والله ابو صلى على النبي جات فرصتك يا شفية العب اعم شوف اغرف الكشك ازاي دلوقتي وانت معايا اعم طوما العب اشاخد كده انا اوه ده الله ام صلى على النبي يلا يلا شويتكو ازبرا يوه ده اعمل خلطة كده حلوة ازاين بها طبعا الكشك الكشك ده غير الكشك السعيدي اللي بياخد بصرة على الوش ما ارمشها اه يوه 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 ده الخلطة دي مهمة جدا احنا كلنا عارفين الكشك فيه توم نحطها مشيه شوية نعناع يابس واني عناع طبيعي بيشير رحة التوم من الفم بعد الاكل اه نخلي دي على جانب يلا يا شفية يلا يا حبايبي اسنزتي اوه ده كشك يلا نقول العب يا سمك العب يا سمك يوه انزل انزل ايه يلا مش انزل غلا ما تقولي اوه ده ايه ده ايه الانسيابية دي ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي اه 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 كشك الاسكندراني في قلب الحلة وطلع من الحلة لقلب الطبق تعالوا مع بعض نقدمه ازاي عميله سهلة جدا بس طريقتي التقديم مش صعبة لها برزنتيشن كده ولها تقوس تعالوا شوفوا مع بعض هنقدمه ازاي حلوة معانا جنبري متقشر جاهز بيتكلم اسكندراني بيتكلم سويسي بلدي ومعانا تاشة الشيف عملها عبارة عن توم زيت زيتون حالو الكلام ونقدمه مع بعض ونغرفه ده تاني واحد يبوز اهو الله مصلى على النبي حالو اهو مهم جدا وانت بتقدمي طبق السمك اللي انت عاملها سواء سمك مشوي سمك ما اللي ايا كان بشكل لطيف وحلو لان اكلة السمك مش اكلة سهلة اكلة لها تقوسها وبناكلها في المناسبات يقول لك سعره غالي ياشيف طالما ازاي سعره غالي نهتم كمان بالتقديم زي ما احنا شغالين ايه ده ايه الحلاوة دي اهو اهو من بحر وبنحبوه كشك اسكندراني اهو اهو يلا عشان حبابي في اسكندريا اللي بيتابعوني اهو اهو شايف الحمر شايف الحلاوة شايف الدلع ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي اهو اكلك مينين يا جنبرياية اهو زي الفل تعالوا نجرنش مع بعض بسرعة الله ما صلى عنا اهو الخلطة دي اهو ناخدها كده ونمشي كده على الكشك ياويل ايه ياويل علي اكل ما تطوض ايدي ده عايز ايش البلا دي ابو ردة الحلو ده الجميل الحلو ده عناسة الشارع عارفوا شايفين اهو وبالف هانا وشافة بتاكل سابعك وراه اهو كشك اسكندراني كاف العيلة والجران والحبايب راح الحماتك اغرف طبق هتدعيلك دعوة حلوة هتخش الجنة من وراها بجد والله العزيز اهو الف هانا وشافة ده كشك اسكندراني بتفاصيله موسيقى موسيقى موسيقى